موسيقى غير خافي على احد ان احنا البلد عندها مشكلة في الدولار او مشكلة في العملة الصعبة فالحقيقة انا بشوف في الفترة في الكام يوم الاخرانيين يعني في حلول مبتكرة وحلول جديدة منها حل ان بيع العقارات لغير المصريين كان من زمان بنبيع عقارات لغير المصريين لكن بتبقى محدودة في نطاق عقار او اتنين او يعني مسموح بعدد محدد من العقارات لكن النهاردة بدون حد اقصى ممكن الاجناب يشتري ارض او يشتري مبنى او يشتري او يشتري طبعا ده هيجلب دولار كبير للبلد لكن في بعض الاسئلة برضو اللي بتدور في اذهان الناس لازم نسألها هل في مناطق في مصر يعني هيبقى غير مسموح بيها لتملك الاجانب فيها عقار او ارض عشان ده برضو يعني برضو يعني فكرة بتيجي في دماغ بعض الناس يقولك طبعا انت هتروح لسينة وتقول لي يجي الاجنبي يقس ويمطر ويدفع فتقول له طب مش عارف نشوف القانون نرجع للقانون اهمية القانون ده ايه هيعود علينا بايه هل في مشاكل ولا لا اسئلة كتيرة نسألها لكن اسمحوا لنا نرحب بضفنا اللي بنورنا النهاردة الاستاذ الدكتور اسامة النحاس واستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة بنها وعضو اللجنة العليا للتنصيق الحضر اهلا بيك دكتور اهلا بيك دكتور نبتدي محضرتك بفكرة التغيير او التعديلات التشريعية اللي حصلت على الفكرة او القانون اللي بيدي الحق ليه الاجانب بتملك عقار او ارض هنا وايه الفرق يعني ايه الطفرة اللي حصلت او التغيير اللي هيعمله التعديلات طبعا الفكرة في حد ذاتها مهاج جديدة يعني الفكرة دي موجودة في بلاد كتير جدا طبعا وانا يمكن الدكتورة بتاعتي كانت عن الكرة السياحية وزرت حالي ربما وخمسين قارية سياحية على مسار بحر الأبن المتوسط لما بص اعلاقي مثلا اسبانيا على سبيل المثال فتحة الاسواق بتاعتها للانجليز بتعمل لهم وخاصة الانجليز اللي هما كبار في السن بتعمل لهم المنتجات اللي موجودة بتملكهم ومنتجات دي ممكن رياضة جولف موجودة بشكل يعني واضح فيها الانجليز بيحبوا الكلام ده بيدخروا واشتاروا ولما حد من خارج البلد بيشتري يعني كان هو بيتردد على البلد فالدخل اللي هو بنتكلم عليه بالعملة الصعبة مش مجرد ان داخل داخلي ان هو اشتري مثلا عقارة أو حاجة لذا ده هو بيجي وبيستمر موجود وبيصرف واذا ما كانش موجود يبقى بيبعت معاه المفتاح بيبعت حد قريبه صديقه يقضي فترة فإذن الدخل بيبقى بيتعظم مش موضوع ان انا ببيع وحدة سكنية او وحدة مثلا مصيف او شليه فاسبانيا استفادت من الكاملة كتير جدا تونس على سبيل المثال في مرسى قنطاوي هناك وده كان مفتوح للاماراتيين ولكل الدول العربية تركيا فاند تركيا لها وضع تاني ويمكن تركيا طبعا الامارات فتحة والامارات فتحة كبير جدا هناك لكن انا بكلم على وضع مصر النهاردة في السوق اللي هو المحيط حبوس لان تركيا مثلا حصل زلزال فأصبح بعد ما كان فيه يعني طفرة موجودة في السوق التركي بالنسبة للبيع العقارات ابتدت الناس تحجم نفسها لان حصل فاساد كتير جدا هناك في انشاء العقارات حصل زلزال كتير جدا من المباني وقت وبالتالي في صدمة موجودة مش كل واحد هيروح يستثم في تركيا وبعدين بعد كده ما يضمنش الجودة اللي هي موجودة ان المباني دي ضد الزلازل لكن قبل قصة الزلزال بالشكل الكبير ده كان فيه طبعا كان فيه رواق كبير جدا لكن انا بكلم على ان احنا هنا دلوقتي في مصر احنا عندنا فرصة كبيرة جدا ان السوق اللي حوالينا الامارات بتعمل استثمارات في المجال ده ولكن غالية جدا التركيا طبعا السوق ابتدى يعني يتقلص لان المشاكل اللي هي موجودة من الازمة اللي موجودة والزلزال والكلام ده اذا يعني عندنا فرصة كويسة جدا عندنا فرصة ان احنا عندنا السحل الشمالي معنا سبيل المسال وانا على فكرة يعني لما خدت الدكتوراه رجعت هنا من 30 سنة وابتديت اتكلم في الموضوع ده ان ليه ما نقدرش نخلي السحل الشمالي دوت يبقى مصيف للاجانب مش للمصريين يعني احنا فيه درجات حرارة التلج موجود في اوروبا احنا عندنا هنا درجات حرارة مختلفة تماما الجو مختلف تماما نقطة جازب كويسة جدا الميا اللي موجودة في البحر المتوسط بالنسبة لشمال مصر مميزة يعني عندنا مستحاد كبيرة جدا يمكن اسبانيا لما كان بتستثمر دي برضو فكرة مفترضة ان هي تبقى موجودة مش بنستثمر في الشاطئ بس اللي هو الشريط الساحلي وبس ولكن انا بعمل الكرة السياحية ممكن تبقى تحويل 35 كيلو فانا بستثمر كمان في العمق ويبقى الشاطئ دوت public area او مناطق عامة لو فيه منطقة مميزة بعمل فيها مثلا سنتر سياحي او حاجة لكن كل التسليلات السياحية تبقى موجودة يبقى فيه كفتريات يبقى فيه مطاعم يبقى ده يسمح ان انت على بعد 35 كيلو تاخد الباص بتاع الأوتيل وتوصل للمنطقة اللي هي تعتبر منطقة عامة وتقدر تستثمر فيها يبقى فيه مستثمرين وتقدر ان انت تستمتع بالمية وتستمتع بالبحر لو عايز توصل للبحر لو انت بعيد يبقى فيه عندك حمامات السباحة اذا اسبانيا عندها تجربة في المجال ده كبيرة جدا انا عايز اسأل حضرتك قبل ما اقول مميزات اقول لحضرتك بعض التخوفات بيقول لحضرتك يعني دلوقتي فيه يعني فيه في الوطن العربي كان يعني كان فيه مشكلة حصلت قبل كده طبعا في مفلسطين يعني من اشهر المشاكل اللي حصلت انك تبيع الارض بالدولار يعني تبيع الارض مقابل دولار او سعر اكتر من اللي موجود في السوق فيقول لك طب هيبقى ايه الحالة هل القانون بيمنع اماكن معينة من التعامل عليها ولا لا يعني فيه قانون طبعا احنا عارفينه ان منطقة سينة بالاخص منطقة سينة دي ليه خصوصية بتاعتها لان يعني المدخل الشرقي بتاع مصر وكل الغذوات بتاعتك كم يجيلك من المنطقة دي طبعا يعني كل الغذوات اللي جات من التطار من الفرس يعني كل الغذوات جات لك من المطقة الشرقي وبالتالي المطقة الشرقي دي ليه خصوصية فممكن ما بقاش فيه تمليك اراضي بالنسبة لمنطقة السينة لكن ممكن تشتري واحدة وواحدة بتبقى واحدة يعني زي مصيف او زي واحدة ساحية علشان يستمتع بالمنطقة ولكن نطلع سينة بره المنطقة دي ونتكلم على السحن الشمالي خاصة فيما تعلق او ارض اه بخاصة فيما تعلق الارض يعني ممكن يتملك الواحدة وبدون ارض انا مش عايزة ملك ارض يعني الاجانب ممكن يتملك الواحدة وخصوصا من التعديل هيبقى مفيش محدودية في ان انا هشتري قد ايه ارض او اشتري عادة بس بره سينة اشتري وحددات يعني بتكلمها على السحل الشمالي بالاخص يعني احنا دروقتي وصلة السحل الشمالي كنا بنسمع المزادات بتوصل ل120 مليون مش كم طب اذا احنا كلنا بنتجر مع بعض يعني المصر بيبيع المصر سواء شركات او مصرين بيبيعوا البعض انا عايزين ندخل واحد اجنبي يقدر ان هو يبقى موجود يقدر يجيب لنا دولار في المكان ويشتري بيه نقدر ان احنا نستفيد منه ان هو يبقى موجود بشكل مستمر يعني انا بتكلم على الاستثمار في مجال السياحة يعني مش بتكلم على العقار بس هل ده ممكن فندم يأثر يعني تبقى علاقة عكسية او طردية يعني هنا هيبقى فيه رواج لما الموضوع يفتح وهيوفر عملة صعبة ودولار واحنا محتاجين لأفكار برا السندوق للدولار لكن هل ده ممكن يأثر بقى على رواج العقار او تسعير وداخليا يبقى فيه بقى ركود واحنا شايفين انه العقار يمكن داتي ناس بتتجه ليه في ظل الظروف دي يقولك الأأمن اللي هي الأصول هو العقار مفيش شك في مصر هو يعني ملاز آمن يعني اذا كان بتكلم على الاستثمار في الدولار او الاستثمار في الدهب فيمكن العقار يمكن اكثر يعني امان اكتر لانه بيزيد بمعدل كبير المدخلات اللي هي بتاعت انشاء العقار احنا عندنا تقريبا 95 مهنة بتخش في العقار المهن دي لصناعة البناء حبوس دي الحديد الأسمنت الإزاز يعني كل المدخلات اللي هي داخلة في عملية الانشاء وعملية التشتبات اللي هي بتخص المبنى كلها بتزيد أسعارها بتزيد الخامات بتزيد المكونات الأجنبية في الصناعة اللي هي بتاعت البناء في جوز بير جدا منها مكون أجنبي وبالتالي بالدولار وبالتالي انا محتاج الدولار حتى علشان اجيب المستدامة الانتاج فإذا الموضوع يجيب دولاري حساهل إن أنا يبقى في عندي انتاج الانتاج اللي هو موجود اللي هو داخل في صناعة البناء ممكن يبقى أسعاره تبقى مع الوقت تستقر الدولار اللي حيجيني من خلال إن أنا ببيع وحدات سواء في السحل الشمالي أو سواء في البحر الأحمر مثلا على سبيل المثال ودي وحدات كلها بتبقى وحدات سياحية والأجانب محبين للكلام ده وخاصة الألمان التلينة حابوس لقي إن هما محبين إن هما يستثمروا في هذا المجال وبييجوا يعني كل البحر الأحمر فيه الغطس والكلام بكله فهم هما محبين إن هما يشتروا تمنى ما نبيع لهم وهم بيع وفي جميع الأحوال ممكن هبيع للأجانب هو بدون الأرض هو مش عايز الأرض هو عايز الواحدة اللي هو هيسكن فيها اللي هيستمتع فيها بالمناخ وأنا عندي هنا محافزات كتيرة جدا مش محافزات مالية بس ولكن ممكن يبقى فيه محافزات من الضرائب مثلا الضرائب العقارية ممكن تبقى فيه فترة إعفاء بالنسبة له أنت حراج بتقولي يعني القانون هو القانون لاحة التنفيذية بتاعته لسه مصدر لسه مصدرش أنت حراج بتقولي يعني كمان تنفيذ القانون لابد من تضامن أكتر من جهة بحيث إن احنا ندي مزايا التنفسية أكتر بتأكيد طبعا إحنا في منافسة يعني إذا كنت أنا جبت لسوق التوركي مثلا فإحنا منافسة لسوق الإماراتي منافس قوي جدا في مجال العقارات فيه كذا سوق حوالينا منافس بشكل قوي جدا وإحنا نمتلك الأرض والجو والبحر والدنيا الجميلة اللي مش موجودة لحي في المنطقة بتأكيد بتأكيد هل إحنا أولادات الحيلة في أن إحنا نستثمر ما حبان الله بيه من بحر ومن أرض ومن جو الحاجات الحلوة أولا إحناش أولادات حيلة ولا حاجة ولكن يعني هي محتاجة توعية يعني توعية كاملة يعني من يجي نتكلم على سايا حي من برة وحيشتري هنا وعايز استمتع بالمكان عايز استمتع بالمكان يعني ابتداء من سواء التاكسي اللي هو بيقابلك في المطار إذن في عندك مشاكل كتيرة جدا لابد أنها تحل لابد يبقى فيه توعية الضوابط اللي هي تتحط للمنظومة كلها متكاملة ممكن أنها تبقى مفيدة يعني ما ينفعش أن أنا أسيبه في المطار لسواء التاكسي يجي بقى يفاصل معه ويعني يعني كل المواضيع دي ودي أول حاجة بيقابلك سايحة أنا محتاج أن أنا حلها ده أنت كمصري لما بتنزل في المطار ما بتعرفش تتفق مع سواء التاكسي إذن لما تروح بقى شرق آسيا وتشوف بقى مثلا تايلند وماليزيا وكام دا كله دا كل الكلام دا من خلال المطار ما فيش حاجة يسمعها إن سواء تاكسي يصطادك من جو المطار ويطلع بيك وكام كله وحتى فهي حتة في الدنيا لما بنركب مع سواء تاكسي ومالوش دعوة أنا أجنبي ابن البلد ما فيه شعر أنا أجريتك كذا فيه تاكسي بعداد محترم وكل حاجة فيه قوانين متفعالة هنا طالما واحد شعر أصفر وعني خضرة لا دا خلاص يستغل دا الزبون فده مفهوم عايز من الصباح يعني عايز الثقافة كاملة ابتداء من الأطفال يعني تبقى فيه ثقافة في المتجهة إن احنا هذا المنتج السياحي اللي موجود أنا عايز أسواء له هذا السياحي اللي جاي مش جاي علشان يستغل له دا هو بالعكس وهو شاف كتير جدا ومجرد أنت تتكلم معاه حي فامك فمش محتاجين الكلام دي احنا محتاجين أن يبقى الاستثمار في البشر يعني والاستثمار في البشر دا مهم جدا إن أنا يبقى في عندي توعية على كل المستويات المحل اللي بتخلش تشتري منه المعاملات وإحنا عندنا على فكرة ترحيب بالسايح يعني يعني أحد المميزات بالنسبة للشعب المصري إنه هو بيرحب بالأجانب إنه هو بيحاول إنه يتكلم إحنا بس نستجيل نشيل من عندنا يعني كثقافة زم حاج بتقول من النشأ حتة الفهلاوة يعني بس أنا ما بقاش فهلاوي اللي دا أطلع من جيبه وإيه عشان لا بس يعني حتة الفهلاوة دي عايزة كنترول شوي يعني عايزة الدولة تفاعل كنترول على الكلام يعني ما عرفش إنه يبقى فيه مطار ويبقى فيه ناس بتخش وتاخد الزبون وكام دا كله طيب فينا الشرطة فإذن لابد يبقى فيه تفعيل وإذا كان فيه تفعيل للاتجاه دو تحبوس لقي خلاص الدنيا حتتصلح مجرد أنه لقينا فيه كنترول يبقى الدنيا حتبقى مزبوطة بعض الأسئلة اللي الناس بتسألها أم عاشق يعني القانون تم يعني والذين نستنى فيها لحية تنفيذية هل البيع نفسه هيبقى معروض بالدولار من قبل الدولة وهل مصرح للناس ملكي الأراضي إنه هم يبيعوا بالدولار ولا لأ ولا هيبقى الجنيه مقترم بالدولار فيتحاسب على سعر البنك فندخل في الأغباطة كده لا هي المشكلة بتاعت السعر دي طبعا مشكلة مهمة جدا أي حد عايز ييجي يستثمر عندك أنا طبعا يستثمر الدولار بكام فإذا يمكن الفترة اللي جاية وإحنا يمكن التكلم كله على فيه تعويم جاي في الفترة اللي جاي أو هكذا بيتقال التعويم دوت يمكن يعمل استقرار وده مهم جدا أن أنت ما تجيش بلد وتلاقي فيه عندك سعرين بالنسبة للدولار سعر سعر سعودة وسعر رسمي أنت عايز يبقى فيه تقارب حتى ما يبقاش الفرق الكبير اللي احنا بنسمع عنه الفرق لو هو محدود يبقى مقبول لو ما فيش فرق ويبقى الدنيا تبقى منتزمة بالشكلة ده ده يبقى أفضل كتير جدا يعني أنا أسكر مثلا لما روح تتونس في فترة من فترات فعايز أغير عملة فبقى أقول والله طب التغيير اللي عملة ده أغير إزاي وفيه سعودة وبتقلم ما بش سعودة انت لو عايز تغير مني يبقى هتغير أغلم البنك لأن أنا حاخد الفلوس دي هتسلمها للبنك فإذا عدم وجود سعودة هبص لقيه يعني ده مهم جدا دكتورة والتعويم والكلامي على سعر موحب بالنسبة للدولار ده هيفيد الموضوع حيبقى نقطة جذب بالنسبة لي مهمة جدا إنما بجميع الأحوال الأجنابي اللي حيجي هيدفع بالنسبة للدولار وبالنسبة بالسعر بتاع البنك يعني هو علشان ياخد الوحدة دي لابد أن يورد الفلوس دي عن طريق البنك أو بسعر البنك وبالتالي هيبقى بالسعر الرسمي اللي هو موضوع الدولار والأسعار على الفكرة اللي هي بالدولار دي أرخص كتير جدا من الأوروبا أرخص كتير جدا من المناطق تانية أرخص كثير من الأمراض التسعير نفسه بالدولار لأننا النهاردة هندخل في إشكالية أصلب المصر طب دول يسوي كم دولار أيما حسبك على سعر يعني الأراضي المطروحة نفسها هتبقى مطروحة بإيه زي الأراضي اللي بتطرح للمصريين في الخارج بالدولار ماشي الأراضي المصري ماشي المصري يجي يشتري بالدولار أو بالمصري مفيش مشكلة أنا بكلم على الأجانب يعني هل فيه فرق بين موضوع أرض بيت الوطن الحاجات والأراضي المطروحة للمصريين في الخارج في التعامل وبين الأراضي اللي تبقى مطروحة للمصريين مفيش فرق أنا كنت تطرح الكلام ده من أكثر من ثلاثين سنة وفي برنامج بردك وخاصة بالنسبة للسواحل والسحل الشمالي بالأخص نحن عايزين نستثمر السحل الشمالي دوت وعند حضرتك مية مش موجودة يعني عندك منطقة مرسم وطروح لغاية منوصل لغاية السلوم كل الكلام ده محتاج استثمار فيه فإيه المانع ان احنا نستثمر هذا الكلام ويبقى فيه تطوير عقاري لهذه المنطقة وبعمق 30-35 كيلو ويبقى الكلام ده الأجانب تيجي وتشتري في الجزئية دي وتشتري حتى بدون الأرض يعني الأرض ملكية من نسبة لنا وفي نفس الوقت الأجانب يجوا ويشتروا الوحدة وحق انتفاع بس ويبقى ياخد يعني لليها ما فيهاش مشكلة على أمن البلد إنما هتدخل دولارات احنا محتاجينها في فترة مهمة جدا وهتخلي هكذا حيبقى فيه استدامة للسياحة في المنطقة دي أنا عندي ساحل الشمالي اللي موجود دوت بامتداد أكتر من 500 كيلو طب الساحل الشمالي دوت بس تفيد بيه 3 تشهر أو 4 تشهر حتى المصيرين حتى اللي هم بيشتروا الوحدة والبحدات اللي هي 620 مليون وكانه هو بيستسمر لمدة 3 تشهر معلش أنا بارجع تاني للموضوع التسعير وحضرتك أشارت إنه هو موضوع مهم لأنه ما حاجة في القصة على فكرة التسعير النهاردة مثلا مواطن زي المواطن الإماراتي هو عنده شغف دايما إنه هو يتملك في مصر عايز يتملك حاجة يتملك واحدة تمام بس ما قولوش فيه سعرين ما قولوش بالجنيه وما يعادله بالدولار هو يبقى بالدولار وهو لو حاب يبيع عشان يخرج فلوسه برضو تبقى بالدولار هو مش عايزين أكتر من كده على فكرة لكن النهاردة أنا باجي بقوله أصطدع في السوق ده في البنك ب31 لكن بره ما عرفش بكام دخلت في موال تاني خالص يعني فيبقى طالما هو تم العرض بالدولار يبقى يتم كمان إنه هو لما يجي يبيع يبيع بالدولار بالتأكيد دي عشان تحبزه حقه إنه هو دخل بالدولار ولو حب إنه هو يتخارج يبقى يقدر أنه يخرج ودي بتسهل يعني بتدي سكة أكتر لكن أنا بعتقد إن الفترة اللي جاية حيبقى فيه استقرار في السعر لو حصل تعوييمي يبقى معنى كده إنه هنقرب من السعر الرسمي يبقى قرب من السودة ما فيه حاجة يعني متوسطة ما بين السعرين ودي حتشجع إنه خلاص بقى فيه سعر واحد إنما في جميع الأحوال حتى لو فيه سودة والسعر الرسمي هو لما يخش بيخش بسعر البنك معنى كده إنه هو فيه سعر معلن وهو ده اللي هنتعمل عليه هو ما عندهش حرية إنه هو يستثمر بالمصري صحيح هو جاي علشان يورد بالدولار ويشتري الواحدة ويشتري الواحدة بدون الأرض احنا بنتمنى بعد صدور اللايحة التنفيذية والتطبيق القانون أو التعديل ده على أرض الواقع يكون مردود وزي ما احنا كلنا بنأمل بالتأكيد احنا عزين مردود والكلام ده هياخد طبعا هياخد وقت يعني هياخد وقت مجي يعني لكن قومنا احنا أخذنا الخطوات على أرض الواقع بالتأكيد ده مهم جدا نورتنا دكتور أسامة النحاس أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة بانها وعضو اللجنة العليا للتنصيق الحضاري صباح الفل ونورتنا لسه معاكم مشاهدين هنخرج لفاصل ونرجع نسأل عن طيف التوحد وزي تم اكتشافه مبكرا عند الأطفال بعد الفاصل اشتركوا في القناة